اشتركوا في القناة قام بتزيلها والتأييف بينها محمد بن احمد ابو ليلة الاثري اخوة الايمان والان مع الشريط الخامس والتسعين بعد المائة السادسة على واحد اخوة الايمان تم تزيل هذا المجلس في مدينة رصيف الاردن في السابع عشر من شهر رمضان المبارك الف واربعمية وطلعتاش هجري الموافق للعاشر من الشهر الثالث عام الف وتسعمية وتسعين ميلادي بسم الله الرحمن الرحيم شيخنا بعض الاحباش تراميل عبدالله الحبشي قاموا بمخاطبة بعض نساء هذا البلد عن طريق الفطرة يخاطبوهم كمثال يقول لهم من خلق المكان فيجيب النساء الله فيقول هذا الحبشي وهل يجوز ان الله هو خالق المكان ان يكون داخل هذا المكان فتجيب المرأة طبعا لا فيقول لها اذا الله يعني لا يحده شيء لا هو في الاعلى ولا في الاسفل ولا الامام ولا الخلف ولا اليمين واليسار وكذلك سائر الصفات يقول بان اليد المتعارف عليها هي الجارحة التي يعني بين البشر وهذا محال ان يكون لخالق البشر وهو رب العباد افيدونا جزاكم الله خير ليتا كانت طريقة فطرية ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستوخره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا انتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قبل ان اشرع في الاجابة عن هذا السؤال اني اطمئن المسلمين جميعا الحاضرين منهم والغائبين الرجال منهم والنساء بان الله تبارك وتعالى منزه عن كل مكان ذلك لان المكان حينما يطلق فانما يخصد به ما كان عدما ثم خلقه الله عز وجل فاجعله مكانا لمثل هذه المخلوقات الشتى من انس وجن وملائكة ولكن هذه الكلمة التي تلقى من اولئك الناس وهم معلومون عند اهل العلم بانهم يحيون سنة سيئة من علم الكلام القائم على العقل وليت كان هذا العقل عقلا موحدا بين جميع الناس بين المسلمين منهم والكافرين بين الصالحين من المسلمين والطالحين ليت ان هذا العقل كان عقلا موحدا حتى يصح لكل عاقل ان يرجع في الحكم اليه اما والعقول مختلفة احد الاختلاف ولذلك كان من الحماقة بمكان عظيم ان يحكم هؤلاء المنتمون الى الاسلام باخلاص او بغير اخلاص فحسابهم على الله كان لو كان العقل موحدا كان لهم نوع من العذر ان يحكموا عقولهم اما والعقول اولا مختلفة بين كما قلنا ولا اعيد التفصيل بين الصالح وطالح والان اقول فرقا اخر عقل عالم يختلف كل الاختلاف عن عقل جاهل ولا اقول عقل عالم بالشرع وانما اقول عقل عالم باي علم يختلف كل الاختلاف عن عقل اخر ليس بعالم بذاك العلم الذي عاقله الرجل الاول فمثلا العاقل الطبيب لا يمكن ان يشاركه في عقله وفي علمه من لم يكن مشاركا له في طبه والعكس بالعكس تماما من كان عالما مثلا بالفيزيا او الكيميا لا يمكن ان يشاركه من كان عالما بالطب وهكذا نقول في النهاية في نهاية المطاف لا يمكن ان يكون العاقل العالم بالكتاب والسنة كذا كالعاقل الجاهل بالكتاب والسنة والامر اهم من هذا التخسيم وهذا التفصيل العاقل العالم بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح لا يمكن ان يكون عقله كعقل ذاك الرجل الذي يتاكئ على عقله في فهم الكتاب والسنة ولا يرجع في فهمه الى ما كان عليه السلف الصالح فهنا اذا في نهاية هذا التقسيم عالمان بالكتاب والسنة لكن احدهما يعتمد في فهمه للكتاب والسنة على الاثار السلفية التي تعود اولا الى اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الاولين ثم من اتبعهم بإحسان الى يوم الدين هذا الذي يعتمد على الكتاب والسنة وعلى هذا المنهج السلفي يختلف عقله كل الاختلاف عن ذاك الرجل الاخر الذي يعتمد على الكتاب والسنة ولكن يعتمد على فهمه اياهما وليس على فهم السلف لهما هؤلاء الناس من علماء الكلام المحدثين او اولئك العلماء الكلام الخدامة كلهم يحكمون عقولهم ليت عقلهم كان معتمدا فقط على الكتاب والسنة وليس كالفريق الاول الذي يعتمد على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح لا ادري اذا كان هذا المكان يتطلب مني وقفة اريو ان تكون قصيرة للتفريق بين الرجلين الاول الذي يعتمد على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح والاخر الذي يعتمد على الكتاب والسنة دون ان يلوي رأسه وعقله وفهمه الى ما كان عليه السلف الصالح لعل هذا لا يحتاج الى التوضيح ام يبدو ان الامر بحاجة الى شيء من التوضيح نعم هو كذلك في ظنك لا يحتاج لا يحتاج اذا كان هذا التفريق واضحا في اذان اخواننا الحاضرين واخواتنا الحاضرين الغائبين اذا كان هذا واضحا فاقول هذه فلسفة نعرفها من اخزم شنشنة نعرفها من اخزم حينما يعتمدون على الكلام ولا اقول على العقل بعد ذاك التفصيل وانما على عقلهم فقط يريدون ان ينزه الله عز وجل عن المكان وهو منزه عن المكان بحكم قول الله عز وجل ليس كمثله شيء ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء فالله عز وجل كما نعلم جميعا على اختلاف الفرق الاسلامية كان الله ولا شيء معه لم يكن ثمة زمان ولا مكان ثم خلق الله عز وجل المكان والزمان فلذلك لا شك ولا ريب ان الله عز وجل ليس في مكان ولكن الذي يجب الانتباه له ان تلك الكلمة الحبشية الحبشية اذا صحت هذه النشبة يتبين لنا بهذه الكلمة الموجدة انها كلمة حق اريد بها باطل اي قولهم ان المكان مخلوق ولا يعقل ان يكون الله عز وجل حالا في مخلوق هذا كلام صحيح لكن هي كلمة حق اريد بها باطل ما هو الباطل الذي يراد بهذه الكلمة يريدون ان يعطل الله عز وجل عن صفاته وعن اسمائه تبارك وتعالى المصرح بها في القرآن وفي السنة الصحيحة فنحن نقول معهم بان الله عز وجل ليس في مكان ولكن هل يقولون معنا كما قال الله عز وجل في القرآن الرحمن على العرش استوى هل يقولون معنا الاية الكريمة إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه هل يقولون معنا كما قال ربنا تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدره خمسين ألف سنة هل يقولون الجواب مع الأسف لا إذن تلك كلمة حق أريد بها باطل والآن سيتضح لكم ولكل من قد يكون تسربت إليهم أو إليهن شيء من شبه أولئك الأحباش سنقولون إن الله عز وجل قد وصف في هذه الآيات وفي غيرها وفي أهاديث كثيرة وكثيرة جدا أن له صفة العلو أن له تبارك وتعالى صفة العلو فلا جرم أن المصلي حينما يسجد يقول سبحان ربي الأعلى وأن من أدب التلاوة في قيام الليل في صلاة الليل إذا قرأ الإمام سبح اسم ربك الأعلى أن يقول المختدون من ورائه سبحان ربي الأعلى ونحو ذلك من نصوص كثيرة في الكتاب والسنة قاطعة الدلالة على أن لله عز وجل صفة العلو على المخلوقات كلها هل هم يقولون مع قولهم إن الله ليس في مكان أن الله عند وجل على العرش استوى لا يقولون بذلك والسبب يعود إلى أمرين اثنين والأمر كما يقال أحلاهما مر إما أن يكون الأمر هذا يعود إلى حراف في الفكر والعقل بل وإلى نقص في العقل والفهم وإما أن يكون القصد الهدم للإسلام من أقوى جوانبه ألا وهو العقيدة المتعلقة بالله تبارك وتعالى وكما علمتم أهلاهما مروا سواء كان قولهم هذا بأن ينكروا ما صرح الله عز وجل في تلك الآيات والنصوص ما ذكرنا منها وما لم نذكر بأن لله صفة العلو إنكارهم لهذه الصفة إما أن يكون نقصا في العقل والفهم والعلم وإما أن يكون كيدا للإسلام والمسلمين فأهلاهما مروا نحن سنقول الآن الله عز وجل ليس في مكان خلقه بعد أن كان عدما هذه حقيقة لا شك ولا ريب فيها لكن حد الله عز وجل فوق المخلوقات كلها وهو ليس في مكان لا تلازم وهنا يظهر جهل هؤلاء أو كيدهم لا تلازم إطلاقا بين إثبات صفة العلو لله عز وجل على المخلوقات كلها وبين أن يكون هو في مكان لأن المكان حينما يطلق إنما يراد به شيئا كان مسبوقا بالعدم ثم خلقه الله عز وجل إذن هؤلاء الذين يبدأون الكلام بالفلسفة الكلامية المكان مخلوق أم ليس من مخلوق نعم هو مخلوق هل يليق بالله عز وجل أن يكون في مكان خلقه الجواب لا يليق إذن كيف يقال إن الله في مكان نقول لا أحدا من المسلمين يقول إن الله في مكان إلا المنحرفين عن الكتاب والسنة هناك طائفتان اثنتان طائفة تثبت المكان لله ولعلكم تسمعون هذا الإثبات من ألسنة من ينتمون إلى أهل السنة والجماعة من بين أظهرنا لنذهب بكم بعيدا عننا فأحدنا في بعض المجالس طالما سمع بأذنيه قائلا من المسلمين وليسوا من الأحباشيين طالما سمعناهم يقولون الله في كل مكان الله موجود في كل الوجود هذه عقيدة ليست من عقائد المسلمين إطلاقا وهذا إنما هو عقيدة طائفة من طائفتين حرفة عن العقيدة الصحيحة التي ذكرناها آنفا من المغطوبها في القرآن وفي السنة وهي أن الله عز وجل على العرش استواها هم المعتزل قديما وحذيذا المعتزل القدامى يصرحون بأن الله في كل مكان ومن هؤلاء الطوائف التي لا تعرف اليوم باسم المعتزلة لكنهم يعرفون باسم آخر وهم طائفة من الخوارج الذين نعرف جميعا شيئا من تاريخهم ومن إخرافهم في كثير من العقائد الصحيحة تلك الطائفة الموجودة اليوم هم المعروفون بالإباضية الإباضية الإباضية الآن يتبنون عقيدة المعتزلة أن الله عز وجل في كل مكان لا كلام لنا الآن ما هؤلاء لأنهم قد عرفتم بأنهم مبطلون حينما يحشرون الله عز وجل في كل مكان لكن مع الأسف يجب أن تتنبهوا وأن تتذكروا أن هؤلاء الأهباش أمثالهم حينما يلتقون مع بعض المسلمين أو المسلمات ويشككونهم في عقيدتهم الصحيحة وهي أن الله عز وجل على العرش استوى كيف لا كيف كما تعلمون وهذا له بحث آخر فبدل أن يعالجوا ما نسمعه في مجالس أهل السنة والجماعة كما يقولون لليوم إن الله موجود في كل مكان بدل أن يعالجوا هذا الخطأ يعالجون عقيدة صحيحة باسم إنكار هذا الخطأ فالمعتزلة قديما ومن على شاكلتهم من الإباضية حديثا يصرحون بأن الله في كل مكان وهذا ضلال مبعده ضلال ولعلنا نعري لتفصيل شيء من هذا الضلال أما الطائفة الأخرى فهم الذين يقولون إن الله ليس في مكان مطلقا سواء كان المكان مكانا وجوديا أي الذي كان عدما ثم خرقه الله أو كان مكانا ذهنيا كلنا يعلم كما ذكرت لكم آنفا بأن الله عز وجل كان ولا جمانا ولا مكانا فهل كان في مكان إن كان المقصود بالمكان المكان المخلوق فهاشاه كان ولا شيء معه مطلقا لكنه كان فكان في مكان إن كان المقصود في كلمة مكان مخلوق فهاشاه أما إن كان في هذا العدم الذي كونه فيما بعد فجعل قسما منه خلقا بقوله كن فيكون فالله كان وهو من هذه الحيثية لا يزال كما كان أي ليس في مكان مخلوق هذا واضح جدا فالطائف الأخرى ينكرون أن يكون الله عز وجل كما كان في الأجل ليس في مكان ولذلك فهم لا يثبتون له صفة العلوم على مخلوقات كلها هؤلاء لهم قولة من أبطل ما يقوله كافر لا أقول مسلم هؤلاء الفريق الثاني الذين يخالفون المعتجر في ضلالهم عرفتم المعتجر يقولون إن الله في كل مكان هذا ضلال واضح ولا يحتاج لبيان إن شاء الله على الأقل الآن أولئك الذين يقولون الله ليس في مكان كما تقول المعتجر وكما تقول الأحباش هؤلاء لا يقولون إن الله عز وجل له صفة العلو على المخلوقات كلها لا يعلم كيفية ذلك إلا الله عز وجل ماذا يقولون يقولون اسمعوا الآن وانتبهوا وهذه عقيدة الأحباش فأريوا من تمكنوا من الوسوسة إليهم أن يعرفوا حصيلة وسوستهم ألا وهي جحد الخالق جحد الخالق والمصير إلى الإلحاد المطلق كما هو مذهب الشيوعين والدهريين والزنادق والملاحدة الذين يقولون لا شيء إلا المادة اسمعوا الآن ماذا يصفون ربهم الله تبارك وتعالى يقولون لا فوق ولا تحد ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف لا داخل العالم ولا خارجه ها نحن اتفقنا معهم المكان مخلوق وهو العالم فالله ليس داخل العالم ولكن ما بالهم يقولون أيضا ليس خارج العالم هذا هو الإلحاد وهذا هو الجحد المطلق زاد بعضهم إغراقا في التعطيل وفي النفي فقالوا فقالوا بعد أن قالوا لا داخل العالم ولا خارجه قالوا لا متصلا به ولا منفصلا عنه هذا هو الجحد هذا هو الذي يقوله الدهريون جميعا ويعجبني بهذه المناسبة مناظرة وقعت بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وانجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا وبين بعض علماء الكلام من أمثال الأحباش هؤلاء كانوا قد شكوا شيخ الإسلام ابن تيمية إلى حاكم البلد يومئذ في دمشق بأنه يقول كذا وكذا وكذا ويجسم ويتهمونه بما ليس فيه وطلبوا عقد مجلس مناظرة معه فاستجاب الأمير لذلك ودعا شيخ الإسلام ابن تيمية والمخالفين له فجلسوا أمام الأمير فسمع الأمير دعوة هؤلاء المشيخ وسمع من شيخ الإسلام الآيات والأحاديث التي تثبت لله عز وجل صفة العلو على خلقي مع التنزيه التام كما هو مصرح به في القرآن ليس كمثل شيء وهو السميع البصير فلما سمع كلام الشيخ من جهة وكلام أولئك العلماء من جهة أخرى قال وهذا يدل على عقل وذكاء ممتاز قال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم هذه كلمة حق أناس يقولون عن ربهم باختصار ما هداعي نعيد عليكم من كلية المصدية الآن فتذكر حسبكم أن تتذكروا الحصيلة لا داخل العالم ولا خارجه لا متصلا به ولا منفصلا عنه صدق ذلك الأمير حينما قال عن هؤلاء الأقوام هؤلاء قوم أضاعوا ربهم لأننا إذا كنا لأفصح رجل في اللغة العربية صف لنا المعدوم الذي لا وجود له لم استطاع أن يصفه بأكثر مما يصف هؤلاء معبودهم وربهم المعدوم الذي ليس داخل العالم ولا خارجه فهل الله كذلك؟ عاشا لله كان الله ولا شيء معه لذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في الحقيقة يصف الفريقين المجسمة الذين يشبهون الله ببعض مخلوقاته هؤلاء الذين يتستر من ورائه من أحباش هؤلاء فينكرون أن يكون لله مثلا صفة اليد التي ذكرها في القرآن والصفات الأخرى التي قد نتعرض لذكر شيء منها قريبا إن شاء الله وصف هؤلاء ابن تيمية المجسمة بوصف دقيق جدا كما أنه وصف المعطلة وقرن الطائفتين وجمعهم في وصف يجمعهم الضلال قال المجسم المجسم يعبد صنما المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما هذا هو الحق المجسم يعبد صنما الله ليس جسما حاشا لله ليس كمثل شيء وهو السمين الوصير أما المعطل فيعبد عدما كيف؟ لا داخل العالم ولا خارج العالم لا متصلا به ولا منفصلا عنه هذه هي عقيدة المعتجرة وعلماء الكلام ومنهم الأشاعر اليوم ومنهم بعض الماتوريدية قديما وقد يكونون اليوم عامة الماتوريدية حيث لا يقولون بقولة الحق التي قالها بعض الماتوريدية القدامى الذين تمسكوا بهدي السلف الصالح فقال قائلهم بحق ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصاله أي إن الله عز وجل كما قال هو الغني عن العالمين فالله عز وجل استوى على العرش أي استوى على المخلوقات كلها ليس لأنه بحاجة إليها وإنما ليكون مهيمنا وقاهرا لكل مخلوقاته يأتي هنا أن نقول لهؤلاء الأحباش وأمثالهم من المنحرفين عن عقيدة السلف الصالح أن الله عز وجل فوق العرش استعلى بنص القرآن الكريم وتفسير السلف الصالح ها أنتم تقولون إن الله عز وجل ليس في مكان فهل يجوز للمسلم أن يقول أين الله هنا سينكشف البرقع عن هؤلاء المتسترين بتنزيه الله عز وجل عن المكان المخلوق لكننا نسألهم هل يجوز للمسلم أن يقول أين الله أعتقادي وتجربتي في أكثر من نصف قرمنا الزمان أنهم يأبون أن يسأل المسلم مثل هذا السؤال أين الله بالتالي من باب أولى أنهم يأبون في أكثر من نصف قرمنا الزمان أنهم يأبون أن يسأل المسلم مثل هذا السؤال أين الله بالتالي من باب أولى أنهم يأبون أن يكون هذا الجواب هذا السؤال الله عز وجل في السماء علما بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي سن لنا نحن معشر المسلمين المتبعين للكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح هو الذي سن لنا أن نسأل من نشك في إيمانه بالله عز وجل أين الله وبالتالي سن لنا الجواب أن يكون هو الله في السماء لكن هذا لابد أنه بحاجة إلى شيء من البيان أي هنا ما نقول الله في السماء وهذا سأقوم به إن شاء الله بعد أن أذكر إخواننا وأخواتنا السمعات بحديث أخرجه الأئمة في كتبهم واتفق علماء الحديث وعلماء التفسير وفقهاء الأئمة الأربعة وغيرهم على صحة الحديث التالي وقد أخرجه من أهل الحديث الإمام مسلم في صحيحه ومن قبله الإمام مالك في مواطئه ومن بعده الإمام أحمد في مسنده وغيرهم كثير وكثير جدا ممن تبعوهم بإحسان ذلك الحديث هو ما جاء بالسند الصحيح عن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه أنه صلى يوما وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعطس رجل بجانبه فقال له وهو يصلي يرحمك الله فنظروا إليه بطراف آينهم مسكتين له لكنه يبدو أنه كان حديث عهد بالإسلام حديث عهد بمعرفة الأحكام المتعلقة بالصلاة ولذلك فقد ضاق بهم ذرعا حينما رآهم ينظرون إليه نظرة تسكيت له فقال رافعا صوته وثكل أمياه ما بالكم تنظرون إليه فأخذوا ضربا على أفخاذهم أيضا يتابعونه بالإسكات فحينئذ كأنه تبين أنه على خطأ فذكر من هجه عليه السلام ولطفه معه قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة أقبل إلي فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني فإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصله فيها شيء من كلام الناس إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد لما وجد هذا الرجل هذا اللطف وكل شيء من معدنه جميل فهو الذي وصفه رب العالمين في القرآن الكريم وإنك لعلى خلق عظيم حينما وجد منه هذا اللطف في التعليم طمع أن يزداد علما بعد أن عرف أنه أخطأ في الصلاة وتكلم ولا يجود له الكلام فقال يا رسول الله إن منا أقواما يتطيرون قال فلا يصدنكم قال إن منا أقواما يأتون الكهان قال فلا تأتوهم قال إن منا أقواما يخطون بالرمل ضرب الرمل معروف إلى اليوم على الأسف قال عليه الصلاة والسلام قد كان نبي من الإنبياء يخطه أمن وافق خطه خطه فذاكه قال يا رسول الله والشاهد الآن يأتي وما مضى يحتاج إلى محاضرة بل وأكثر من محاضرة ولكن الشاهد الآن هو ما يأتي قال يا رسول الله لي جارية ترعى غنما لي في أحد فسط الذئب يوما على غنمي وأنا رجل أغضب كما يغضب البشر فسققتها سكة وعلي عده رخبة فقال عليه الصلاة والسلام هاتية فلما جاء قال لا عليه الصلاة والسلام أين الله قالت في السماء قال لها قالت أنت رسول الله قال لشيدها اعتقها فإنها مؤمنة اعتقها فإنها مؤمنة هذا الحديث اتفق علماء المسلمين على اختلاف تخصصاتهم من علماء الحديث وهذا تخصصهم وعلماء تفسير وعلماء فقه وعلماء توحيد كلهم اتفقوا على تصريح هذا الحديث إلا علماء الكلام الذين يركبون رؤوسهم ويتابعون أهواءهم فهم الذين يردون هذا الحديث بعقولهم العقول التي عرفتم أنها لا قيمة لها هذا الحديث سن لنا هذا الحديث سن لنا أنه يجود لنا أن نسأل الأحباشيين هؤلاء وأنفالهم من أذناب المعتجدة أو الإباضية أين الله فستراهم حيارا والجريب منهم يقول هذا سؤال لا يجود وهم يجهدون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سن هذا السؤال لأمته فهم إذا يردون على نبيهم الذي يزعمون أنهم يؤمنون به ثم كان الجواب من الجارية الله في السماء قد لا تصدقون لكن الكتاب موجود إن بعض العلماء في العصر الحاضر يقولون إن القول بأن الله في السماء هي عقيدة الجاهلية وليست عقيدة المسلمين وأن هذه الكلمة إن الله في السماء هي حكاها عنهم رب العالمين في القرآن الكريم والله كما تعلمون من سورة تبارك أمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير هناك قسم آخر أقرب إلى الهدى وأبعد عن ضلال القسم الأول الذين قالوا إن القول بأن الله في السماء هو قول الجاهلية يتأولون هذه الآية بتأويل يقولون من في السماء يعني الملائكة وهذا من شؤم ما يسمونه بالمجاز إنهم يشركون طرق المجاز لتعطيل الصفات الإلهية يأتي هنا أحاديث كثيرة لإفطال مثل هذا التأويل من ذلك الحديث المتداول بين الناس اليوم ولكن أكثر الناس لا يعلمون بل لا يفقهون ما به يتكلمون ذلك الحديث هو سíveis الراهمون يرحمهم الرحمن transformation تط Thereof من في السماء يرحمكم من في السماء من في السماء هو الله من في الأرض خلق الله من إنسان من حيوان من دواب إلى آخره هذا الحديث لأنه يوضح المعنى المقصود من قوله تعالى في السماء أأمنتم من في السماء وهذا الذي قلت آرفا ربما نعرج لبيان معنى في السماء لأن في من حيث الاستعمال العربي تأتي في بعض الأحيان بمعنى الظرفية وأحيانا تأتي بمعنى آخر من حروف الجر فتأتي بمعنى على فيا ترى فيه هنا في هذه الآية هل هو بالمعنى المعهود أي إنها ظرف الجواب لا ومن هنا يظن علماء الكلام أنهم إذا نفوا أن يكون الله في السماء أنهم نزهوه هم في الحقيقة نزهوه عن فهمهم الخطأ للآية لكن قد أنكروا أن يقولوا كما قال الله الله في السماء فجاهدوا معنى أن الله في السماء أنه على السماء وفي ذلك أو في هذه الحالة يلتقي معنى هذه الآية مفسرا بالحديث السابق ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء من في الأرض ليس المقصود من كان في جوف الأرض من ديدان وحشرات وإلى آخره وإنما المعنى واضح جدا من على الأرض من تتعاملون معهم من بني جنسكم من الإنس أو مما زل الله لكم من الحيوانات ارحموا من على الأرض يرحمكم من في السماء أي من على السماء حينئذ هذا التفسير الذي يوضحه هذا الحديث يلتقي تماما مع كل آيات التي ذكرنا بعضها وأحاديث أخرى أن الله عز وجل له صفة العلو فحينما نوجه السؤال إلى هؤلاء الأحباش أو غيرهم ممن هم على شاكلتهم في ضلالهم أين الله يجب أن يكون جوابهم كما قالت الجارية الله في السماء لكن ليس بمفهومهم في ظرفية لا وإنما بالمفهوم الذي وضحه الحديث أولا وكان عليه سلفنا الصالح ثانيا أي أن الله في السماء أي على السماء أي على العرش لأن كل ما عليك فهو سماء فهينئذ تسد الطرق كلها أمام هؤلاء الأحباش الذين يظنون أولا أنه لا يجوز أن يسأل المسلم أين الله وثانيا يظنون أنه لا يجوز أن يقول الله في السماء بعد أن تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي سنى هذا السؤال أين الله وهو الذي شهد لتلك الجارية بالإيمان حينما نطقت بلظ القرآن الله في السماء وهنا عبرة لابد من أن أذكرها وهي يتبين لنا الفرق بين الحياة التي كان يعيشها عامة المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى الجارية راعية الغنم وبينما يعيشه اليوم عامة المسلمين وكثير من خاصتهم لأن هذا السؤال لو وجه إلى كثير من الخاصة وفيهم بعض كبار عدماء الأزهر الذي يوصد فيقال الأزهر الشريف إذا وجه إليهم هذا السؤال أين الله لم يجيبوا بجواب الجارية ما هذه الفارقة بين كبار العلماء في العصر الحاضر لا يجيبون عن جواب الرسول عن سؤال الرسول عليه السلام بينما رائث الغنم تعرف الجواب الصحيح بهذا السؤال الوجيه أقول هذا دليل أن المسلمين في العاد الأول كانوا ربوا جميعا لا فرق بين خاصتهم وعمتهم كانوا ربوا جميعا بتربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق على الأقل بالعقيدة التي لابد لكل مسلم أن يكون فاهما لها أولا ثم مؤمنا بها هذه جارية كيف عرفت العقيدة الصحيحة الجواب الجارية لا نتصور أنها كانت تتمكن أن تحضر حلقات الألم التي كان يحضرها كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخاصتهم بينما الآخرون ما كانوا يحضرون جلسات الرسول عليه السلام إذا كان عمر الخطاب رضي الله عنه حينما بلغ حديثا من أبي هريرة رضي الله عنه ندم فقال شغلنا الصفق في الأسواق إذا كان هذا عمر فماذا نقول عن الصحاب الآخرين وماذا نقول عن النساء بل ماذا نقول أخيرا عن الجوار وعن رعية الغنم أريد من هذه التوطئة كيف فهمت هذه الجارية هذه العقيدة الصحيحة التي إلى الآن لم يفهمها بعض الخاصة من أهل العلم إنها كانت تعيش في جو يعني موحد في التوحيد الصحيح لا مثيل له في الدنيا إطلاقا بسبب وجود الرسول عليه السلام بسبب وجود النور بين ظهراني أولئك الصحابة من الرجال والنساء من الخاصة والعامة هذه الجارية فتلقت هذه العقيدة من سيدها فسيدها يسمع العقيدة الصحيحة بل والأحكام الشرية من النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يقتصر على احتفاظ بها بل ينقلها إلى من هو يعوله من ينفق عليه مادة وينفق عليه أيضا علما ومعنى من هنا نعرف لماذا عرفت الجارية هذه العقيدة الصحيحة لأنها عاشت في ذلك الجو الوحيد في فهمه للتوحيد الصحيح أما اليوم فالمسلمون يعيشون في أجواء متباينة في عقائد متفرقة متضاربة أشد التضارب ولذلك فلا نجاة للمسلمين في هذا الزبان إلا أن يعودوا إلى ما كان عليه السلف الصالح وأن يحققوا في أنفسهم خبر نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال واصفا للفرقة الناجية قال هي التي تكون على مأ عليه وأصحابي ما أنا عليه وأصحابي أردت أن أختم الكلمة بهذا الحديث لكني تذكرت أنه كان في جملة السؤال المطروح آنفا أن هؤلاء الأحباش ينكرون في جملة ما ينكرون اليد التي وصف الله عز وجل نفسه بها يقولون أن يد جارح سبحان الله وهم يتكلمون عن أنفسهم فكيف يقولون في اليد التي ذكرها الله إنها جارح هؤلاء من أجهل الناس إن لم يكونوا من أضل الناس ذلك لأنهم يقيسون الغائب على الشاهد بل يقيسون غيب الغيوب وهو الله تبارك وتعالى على أنفسهم هذا في منتهى الحماقة إن لم يكن في منتهى الضلال نحن نجاريهم جدلا لا عقيدة وحاشا نشاركهم في عقيدتهم نقول لهم الله ذات متصف بصفات الكمال هل تقولون معنا لابد أن يقولوا معنا نعم أو يقولوا لا فإن قالوا لا فذاك هو الذي يدل على ضلالهم ويؤكد ما هم فيه فلا كلام لنا معهم لأن الكلام حينئذ يكون مع الزنادق والمفروض الآن أننا نتكلم مع مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يصلون وإلى آخره فإذا قالوا نحن معكم بأن الله عز وجل ذات له كل صفات الكمال فإذا قالوا هذه كلمة فقد تناقضوا حينما قالوا الله ذات وله صفات وأنت أيها المتكلم بكلام علماء الكلام حينما تقول اليد جارحة هذه جارحة بنسب لذاتك فهل ذاتك كذات الله أو ذات الله كذاتك ستقول حاشا لله ذاته ليست كذوات وبالتالي صفاته ليست كسائر صفات المخلوقات إذا انتهت المشكلة يا جماعة انتهت المشكلة يقال في الذات ما يقال في الصفات يقال في الصفات ما يقال في الذات إجابا وسلبا الله ذات له كل صفات الكمال ومنزحا كل الصفات النقص ذلك قوله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير فهو سميع وبصير صدق الله لكن سمعه ليس كسمعنا بصره ليس كبصرنا لابد لهؤلاء المجادرين بالباطل والمتسترين بكلام حق ظاهره حق وباطنه باطل لابد لهؤلاء أن ينكر كل صفات الله عز وجل لماذا لأن وصف الله بهذه الصفات في الغالب فيها اشتراك لفظي ليس حقيقي معنوي الله عز وجل قال عن آدم فاجعلناه سميعا بصيرا فاجعلناه سميعا بصيرا وصف نفسه بأنه سميع بصير إذن إذن انتهى الوقت إذن ننهي إذن هذا الكلام فنقول إذا كان الله عز وجل قال وهو السميع البصير ووصى آدم عليه السلام بأنه جعله سميعا بصيرا على طريقة هؤلاء الأهباش وأمثالهم من المعطلة لا بد من أحد شيئين إما أن نقول إن الله ليس كما قال وهو السميع البصير لأنه قال في آدم فجعلناه سميعا بصيرا أو أن نقول لا هو كما وصف به نفسه لكن قوله في آدم فجعلناه سميعا بصيرا ليس كذلك فلا بد من تعطيل أحد الوصفين إما ما كان منهما متعلقا بالله عز وجل وهذا كفر وإما ما كان متعلقا بوصف الله لآدم عليه السلام بأنه جعله سميعا بصيرا إنكار أيضا هذا فهو كفر فهم دائرون ما بين كفر وكفر وذلك عاقبة من لا يتبع السلف الصالح ولذلك قيل وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتداع من خلف أنوصي الحاضرين جميعا أن لا يزغوا لعلماء الكلام ولا لأذنى بهم وعليهم أن يعرفوا عقيدة السلف ليكونوا إن شاء الله مهتدين والحمد لله رب العالمين وأنه لا يخفى أن أهل البدع بين كل فينا يظهرون أمرا يحاولون في ظنهم أن يخفوا منار السنة فهل نواكب أهل البدع في الرد عليهم أما هي النصيحة منكم في مثل هذا لنا ولإخواننا في الداخل والخارج وبارك الله فيكم الرد على أهل البدع لا يجوز إلا من كان عالما بالسنة من جهة والبدعة من جهة أخرى لعلكم تذكرون معي حديث حزيفة بن اليمان في الصحيحين قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه وهذا كما قال الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه فمن كان عالما بالخير والشر كحزيفة بن اليمان وكان بالتالي في هذا الزمان عارفا بالسنة فيتبعها ويحض الناس عليها وعالما بالبدعة فيجتنبها ويحذر الناس منها هذا الشخص هو الذي يجوز له أن يجادل أهل البدعة أو المفتدعة أما كما يفعل بعض إخواننا الذين لم يؤتوا من العلم إلا حظا قليلا ثم يدخلون في مجادلة من هم أقوى منهم علما ولو كان هذا العلم مشوبا بكثير من البدعة أو علم الكلام كما قلنا آنفا فهؤلاء ننصحهم أن ينطو على أنفسهم وأن يعتجلوا المبتدعة وأن لا يجادلوهم لأنهم سيتأثرون بشبهاتهم كمثل ذاك السؤال الذي سمعتم في أول الجلسة وسمعتم الرد عليه أنهم يصغون لكل ناعق ولكل صائح فتتعلق الشبهة في ذهن السامع ثم هات حتى يتأثر له عالم يتمكن من إزالة هذه الشبهة من نفسه لذلك تكاثرت النصوص عن سلفنا الصالح من العلماء كمالك وأحمد وغيرهم أنهم كانوا يحذرون الناس كل التهذير من الجلوس مع آل البدعة بل وكانوا يأمرونهم بمقاطعتهم خشية أن يتسرب شيء من شبهاتهم إلى نفوسهم فهذا أظن جواب ما سألت والأجر للجميع إن شاء الله ما دمنا مخلصين وقاصدين أولا العلم النافع المستقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى منج السلف الصالح أولا ثم قاصدين أيضا أن نعمل بما تعلمنا ثم بعد ذلك نسأل الله عند وجل أن يزيدنا وإياكم علما وسبحانك الله ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستأخرك وأتوب إليك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنفا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعون ني إليه ليس له دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأوثوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بالعباد